فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن عظيم الكذب المتعلق بأكل أموال الناس فإنه من أكذب الكذب وأعظمه خطراً اليمين الغموس أن يحرف الإنسان على شيء ماضٍ كاذباً يقول بعت، اشتريت، وفيت، فعلت فيما مضى وهو كاذب يعظم الكذب في اليمين الغموس عندما يقتطع بها مال أمرئ بغير حق فمن اقتطع من مال مسلم بيمين صبر شيئاً لا يستحقه لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان قالوا يا رسول الله وإن كان شيئاً يسيراً يعني شيء مه كبير قال وإن كان عوداً من أراك يعني وإن كان سواكاً لو اقتطع بيمين كاذبة سواكاً لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان فكيف بمن يأكل الأموال العظيمة بالأيمان الكاذبة ويحلف أيماناً مغلظة وهو يعرف أنه كاذم فيها سيلقى الله يوم القيامة وهو عليه غضبان فليستعد لذلك الموقف الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ترجمة نانسي قنقر